ما مبادئ التعلم وما علاقتها بالمنهج المدرسي أولا هناك مبادئ أساسية توصل إليها علماء النفس من خلال النظريات التي حاولت تفسير عملية التعلم هذه المبادئ يمكن الإفادة منها في بناء المناهج الدراسية وأيضا في عملية تنفيذ هذه المناهج من هذه المبادئ الاستعداد للتعلم فالمتعلم صغيرا كان أو كبيرا لا يستطيع أن يتعلم شيئا إلا إذا كان مستعدا له ويشمل ذلك الاستعداد الجسمي والاستعداد العقلي والعضلي والنفسي وغير ذلك الدافعية للتعلم تعتبر الدافعية أمرا مهما أيضا في عملية التعلم والتي لا تتم بدونها فهي تثير نشاطا في المتعلم وتحتم عليه الاستجابة لموقف محدد فقد يكون المر قادرا على أن يتعلم شيئا ولكنه في حاجة إلى من يدفعه إليه أيضا بذل الجهد في التعلم ومعنى هذا أن يكون المتعلم نشطا ويحاول الفهم للموقف بنفسه وأيضا يقارنه بغيره وهنا ينبغي على المعلمين توجيه الطلاب للقيام بعنشطة وتفاعل مع الموقف التعليمي وهذا كله يكون تحت إشراف المعلمين من مبادئ التعلم أن يبدأ المتعلم بفهم الموقف التعليمي بصورة كلية ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفاصيل وهذا هو طريق العقل في فهم الأشياء والمواقف التعليمية المختلفة أيضا من مبادئ التعلم أهمية التدريب والتكرار فالتدريب على عمل معين وتكرار هذا العمل لعدة مرات قد يؤدي إلى تحسين في الأداء من هنا نجد أن نشاطات التعلم في المنهج لا بد أن تتضمن التكرار للتدريبات حتى يتخلص الطلاب من أخطائهم كما أن على واضع المناهج الدراسية لاهتمام بالأنشطة والتدريبات المرتبطة بموضوعات محتوى المنهج الدراسي أيضا تنويع خبرات التعلم من مبادئ التعلم فنظرا لاختلاف المتعلمين في خصائصهم الجسمية والعقلية والنفسية فعلى مخطط المناهج الدراسية مراعاة هذا التباين والذي يعرف بالفروق الفردية من خلال التنوع في الأهداف والخبرات بالإضافة إلى طريق التدريس والأنشطة والوسائل وأساليب التقويم وذلك مراعاة للتباين بين المتعلمين من مبادئ التعلم مراعاة وظيفية التعلم يتوقف بقاء أثر التعلم على الحاجة إليه كما أشارت بحوث علم النفس فالطالب يشعر بالملل أحيانا نتيجة تعلمه موضوعات معينة لشعوره بعدم أهمية هذه الموضوعات في حياته من هنا على مخطط المناهج الدراسية عند صياغة أهداف المنهج أن تكون متمركزة حول الحاجات الأساسية المتوقعة للمتعلم ترجمة نانسي قنقر